موسيقى 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 طيب تعالوا بقى نتكلم على هل في عندي different type of cells قبلها انا محتاج اعرف حاجة عن الكروموزوم اول حاجة انا الكروموزوم بتبقى عبارة عن ايه وموجودة فين وايه الهدف منها اصلا اول حاجة محتاجة اعرفها ان انا عندي او المعلومات الوراثية بتاعتي هي بتبقى محملة على حاجة جوه بتاعة السلم اسمها الكروموزوم طب فين الكلام ده انا عندي هنا دي السلم هنا في النص في بتاعها بالضبط بيقى فيه نيوكليوس زي ما احنا خدنا في الترم اللي فات وجوه نيوكليوس فيه حاجات اسمها الكروموزوم الكروموزوم دي زي ما اتفقنا هي عبارة عن كويلنج لدي ان ايه على بروتين معين ونبدأ نعمل كومباكت ليه فيبقى على شكل الكروموزوم وهناخده برده تاني الفكرة ان الدي ان ايه اللي موجود في الكروموزوم ده هو اللي بيحمل بتاعة اي طيب ايه كمان محتاجين نعرفه محتاجين نعرف البوزيشن بتاع الكروموزوم زي ما اتفقنا ان هو وبالتالي بعد ما عرفنا ان انا في عندي الكروموزوم موجودة في النيوكليوس انا في عندي two main types من السيلز ايه هما عندي اتنين اول حاجة اسمها السوماتيك او بادي سيلز ده الشكل بتاع اي سوماتيك او بادي سيلز يعني ايه سوماتيك او بادي سيلز هي دي معظم الخلايا او السيلز اللي موجودة في جسمي كله ما عدا النوع اللي بعده عشان كده احنا قسمناها ايه النوع اللي بعده اللي هو اسمه الساكس سيلز او الجاميز الساكس سيلز اللي هي الخلايا الجنسية او الجاميز اللي هي الامشاج الجاميز احنا عندنا مثلا في الهيومن حاجتين يا اما السبورم يا اما الاوفم يبقى انا عندي ده طيب من السيلز طب ليه حط نوف طيب لوحده هل هو مختلف في النامبر اوف كروموزومز كل الحاجات دي محتاجين نعرفها انما بقي كل السيلز بتاع الجسمي بتبقى اسمها سوماتيك عشان كده سميناها سوماتيك يعني جسدية او بادي سيلز اللي هي الخلايا بتاعة البادي كلها انما السيكس سيلز هي كاتيجوري لوحده طيب تعالوا نتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها الكاريو تايب وده اكسبرشن انتو جديد ما سمعتوش خالص قبل كده يعني ايه كاريو تايب بيقولك الكاريو تايب is the arrangement of كروموزومز descendingly according to their size then they are يعني ايه يعني احنا بنيجي نشوف الكروموزومز وبنبدأ ان احنا نعمل لها ترتيب الترتيب ده ازاي descendingly يعني برتب تنازلي طيب التنازلي ده بناء على ايه بناء على بتاعها يعني من الاخر من ال size الكبير ال size الازور وبعدين نبدأ نركم طيب هنوضح الكلام ده كمان شوية ده كده المنظر بتاع الكروموزومز بتاعتي بتبقى مش مترتبة وبشكل عشوائي لو انا عايزة اشوف عدد الكروموزومز مثلا سيف الهيومن انا عندي 46 طيب انا بقى محتاج ان انا ارتبهم بناء على حاجة معينة تعالوا نشوف هنرتبها ازاي عشان نساحل الدراسة بتاعتها اللي بيحصل ان احنا بنرتبهم بالمنظر ده يعني انا عندي المفروض ان انا بياخد אל informationز او systemic informationز بتاعتي من ال parents اللي هو الفاذر والماظر مع باب والام صح؟ فانا بياخد نص المعلومات الورausية من بابا ونصها من ماما فبالتالي انو بيبيع عندي pair of chromosomes بنسميهم homologous chromosomes يعني ايه homologous chromosomes يعني ان الاخر الكروموزوم ده بيح نفس الصفات دي بس انا وغدا ده من الفاذر او من الاب وده مثلا من الماذر او من الام حلو يبقى انا بالتالي عندي حاجة اسمها هومولوجاس بيرز ده شكل الكروموزومات طب هل هم بيبقوا جنب بعض كده لا احنا في الطبيعي في السلب نلاقيها من المنظر ده يعني سايه مثلا السايز بتاع الكروموزوم ده هو اد السايز بتاع الكروموزوم ده يبقى دولا الهومولوجاس بير بتاعي طب والكروموزوم ده اد السايز بتاع ده يبقى دولا الهومولوجس كروموزوم بتاعتي يبقى واحد من الفاذر وواحد من الماذر طيب ايه اللي بيحصل دي اول خطوة يبقى انا حطتهم في بيرز تاني خطوة ان انا ببدأ ارتبهم زي ما احنا اتفقنا يعني بناء طبعا على بتاعها فخلي الاكبر في الصائز هو اللي هندينه نمبر ون وبعد كده الاصغر منه شوية في الصائز هيبقى هو نمبر تو وهكذا الاصغر اكتر شوية هو هيبقى نمبر ثري مجرد ما انا اعمل الترتيب ده للكروموزومز يعني انا مثلا عندي فيه الهيومان انا عندي زي ما اتفقت 46 كروموزومز يعني 23 بيرز فانا رتبتهم على هيئة هومولوجس بيرز طيب انا كده عملت حاجة اسمها كاريو تايبينج يعني مسكت الكروموزومز بتاعتي ورتبتها بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه طيب محتاجة اعرف ايه كمان انا بعمل ده ازاي انا اصلا باخد photograph للكروموزومز تماما عن طريق ان انا بصور الكروموزومز بالمايكروسكوب وابدأ اخد لقطة صورة هشوف الصورة دي وابدأ ان انا حرفيا كما لو اني كده اصل الكروموزومز دي ورتبهم بالسايز بتاعها فابدأ ارتبهم الترتيب بتاعي طب ممكن اعمل ايه كمان عشان يسهل علي ممكن في حالة ان انا اعمل الرانجينج ديها او ان انا اعمل نيومريتينج دي الكروموزومز بس بعد ما اعمل لها ستين يعني ابدأ ان انا اعمل ستين مثلا الكروموزوم ده وستين الكروموزوم ده فانا تبقى عناية شايفة ان فيه difference ما بين الكروموزوم ده او الهومولوجس بير ده والهومولوجس بير ده طيب فيه نوت محتاجة اعرفها مهمة جدا انا اصلا امتى بشوف شكل الكروموزومز ده فقدر اخد photograph من المايكروسكوب ده في حالة واحدة في حالة ان السل هتبقى دخل على السل division عايزة تنقسم فتبقى فيه مرحلة اسمها الميتافيز الميتافيز بيبقى الكروموزومز موجودة بالشكل ده ده على هيئة كروموزومز فانا اقدر اخد picture بتاعتي وابدأ ان انا اعمل الترتيب بتاع الكروموزوم واعمل طيب بعدين تعالوا نشوف هل فيه فرق ما بين الكروموزوم بتاع الميل والكروموزومز بتاعة الفيميل في السوماتيك سيل يعني احنا استلفى اول طيب عندي اللي هو السوماتيك سيلز ما بتكلمش خالص على السبيرم ولا بتكلم على الوفم بتكلم على اي سيل في جسمي هلما يجي شوف السيل بتاعة الميل واعمل الكاريوطايب لها هتختلف عن السيل بتاعة الفيميل لما يجي اعمل الكاريوطايب لها بيقولك لما بنيجي نبص على الميل ولما بنيجي نبص على الفيميل بنلاقي اه في اختلاف فين الاختلاف احنا زي ما اتفقنا بنرتبها descendingly من الكبير للصغير في الصائز بناء على الحجم بتاعها ولكن هاجي في الاخر هنا شايفين المنظر ده ده الـ pair number 23 ده في الميل وده الـ pair number 23 في الفيميل هل شايفين فرق؟ اه فيه فرق واضح ان الكروموزوم ده شكله بالمنظر ده X عادي وكبير شوية والتاني dwarf أو short وصير قوي عن اللي موجود في الفيميل فده الفرق اللي ما بين الميل والفيميل ان في الـ pair number 23 هنلاقي عند الميل فيه X كروموزوم عالي جدا لكن التاني short X ما بنسميهوش بقى X بنقول عليه Y كروموزوم يعني هما اطلقوا عليه Y كروموزوم يبقى انا عندي في الميل بلاقي X Y انما في الفيميل بلاقي XX طيب منلاحظين حاجة تانية هو انا مش المفروض بلتب بناء على الـ size بتاعي الـ pair number 23 ده مش المفروض يبقى اصغر حاجة في الـ size يعني شايفين 22 22 ده size بتاعه ده اكبر منه طيب ايه القصة بقى؟ القصة اني عشان اسهل ان انا افرق ما بين الميل والفيميل فقررنا ان الـ pair اللي ليه علاقة بيه ظهور الصفات اللي هي الـ sexual او الصفات الجنسية اللي بيخلي الميل ميل ويتخلي الفيميل في ميل اللي هي موجودة على الـ pair من الكروموزومز ده بدل ما هو في مكانه الطبيعي اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي لا خلناه في اخر واحد بحيث ان انا عنيه على طول تيجي عليه فين مكانه الطبيعي؟ مكانه الطبيعي هو اصغر في الـ size من الـ pair number 7 يبقى لطالما هو اصغر منه يبقى المفروض احطه بعده يبقى المفروض هو كان يبقى مكان الـ pair number 8 صح؟ يعني مفروض كده يبقى ده 7 والـ pair اللي هو 23 ده موجود هنا ونكمل بقى بعده 8 يبقى 9 وهكذا فاحنا قررنا ان احنا ناخد الـ pair ده ونخليه يبقى number 23 عشان نسهل الدراسة بتاعته او ده نفرق ما بين الـ human male carey type وما بين الـ human female carey type ايه كمان محتاجة عرفه؟ انا طبعا زي ما اتفقنا انا عندي عدد الكروموزومز في الـ human's 46 فلما رتبهم على pair هيبقى عندي 23 pairs طيب ايه كمان؟ انا هفرق كل الكروموزومز دي عن الكروموزوم او الـ pair ده الكروموزومز دي هنسميها autosomes انما ده بنسميه sex chromosome ليه sex chromosomes؟ عشان خاطر الكروموزومز دي فيها الكروموزوم ده اللي بيبقى مسؤولة عن اظهار sexual characters في الميل وهنا الكروموزوم ده هو المسؤول عن اظهار sexual characters بتاعت الفيميل تعالوا بقى نشوف الكلام ده على height points اول حاجة من اللي احنا اخدناها في الـ picture اللي فاتت ان احنا عرفنا ان انا في عندي 46 chromosomes او 23 pairs فين في الـ human somatic cells انا ما اتكلمتش ولا على sperm ولا على اوبم ما اتكلم كله somatic cells يعني اي سل اخدتها من جسم ما عادة لأوبم والسبرم هيبقى فيها الكلام ده هيبقى فيها 46 chromosomes و23 pair of chromosomes طيب تاني حاجة محتاجين نعرفها ان احنا عملنا الكاريو طعيف ازاي ان احنا عملنا arrange the chromosomes descendingly على هيئة homologous pairs اتنين جنب بعض اللي احنا اتفعنا ان واحد from the mother والانother from the father تمام لاتبناها accordingly ايه according to the size from 1 to 23 ولكن لازم نركز ان انا عندي pairs من الكروموزومز اللي هي من number 1 ل number 22 بنسميها autosomes او اسم تاني somatic chromosomes somatic عشرين جسدية بس تركزوا وفرقوا ما بين somatic chromosomes وما بين somatic cell somatic cell هي السل اللي بنتكلم عليها كل الكلام ده انما somatic chromosomes اللي هي الكروموزومات اللي غير sexual chromosomes وما بين sex chromosomes طيب ايه كمان محتاجين نعرف زي ما اتفقنا ان pair number 23 هو اللي بيعمل represently sex chromosomes ليه؟ لانه هو بيعمل carries او بيحمل genetic information اللي خاصة بالsex determination اللي هو بيقول ان ده male ودي female يبقى انا عندي الجينز المسؤولة عن اظهار الصفات اللي هي sexual او اظهار characters بتاعت الميل والفيميل موجودة على الكروموزومز اللي هي number 23 تعالوا بقى نشوف ايه اللي محتاجين نعرفه عن sex chromosomes وبرده فرقوني ما بين لفظ sex chromosomes اللي هو الاكس اكس او الاكس واي وما بين sex cell sex cell اللي هو sperm ووفن طيب ايه اللي محتاجين نعرفه بقى اول حاجة طبعا ان هي not obey the chromosome size ليه؟ لان هي المفروض الترتيب بتاعها اصلا بعد pair of chromosomes number 7 ده بالنسبة للsize طيب احنا حطناها فين؟ احنا حطناها في pair number 23 يبقى انا كده فعلا هي مش بتتبع الترتيب الطبيعي بتاع size بتاع chromosomes تاي حاجة ان هي hyterozygous او asymmetric في حالة الميل زي ما اتفقنا ان انا في عندي x y ليه؟ x اللي هو اللي طوله عادي و y بيبقى short فهنسمي y chromosome تعالوا بقى نشوف el picture دي كده بتوضح لي اهو ده كده الكروموزوم العادي في size بتاعه والتاني اللي هو short او dwarf اللي بنسميه y chromosome يبقى انا عندي في الميل ال pair ده بيبقى asymmetric طب في الفيميل عندي بتبقى homozygous مش hyterozygous ليه? homozygous يعني symmetric يعني الاتنين زي بعض زي ما احنا ما شايفين في المنظر ده انا عندي x chromosome اهو نفس الطول التاني x chromosome يبقى انا عندي homozygous او symmetric chromosome في حالة الفيميل من الكلام ده كله بقى نجاوب بالسؤال اللي احنا سألناه قبل كده إحنا سألنا هل فيه اختلاف أو difference ما بين الكاريو توايب بتاع الهيومن ميل والكاريو توايب بتاع الهيومن في ميل فالإجابة بتاعتنا طبعا أن فيه اختلاف ما بين الهيومن ميل كاريو توايب والهيومن في ميل كاريو توايب تعالوا بقى نشوف كي بوينت مهمة جدا تلخصينا كل الكلام ده أول حاجة محتاجين نعرفها أننا الكروموزومة في السوماتيك سيلز بعد ما عرفنا أننا فيه عندي نوعين من السيلز فيه حاجة اسمها auto chromosomes أو السوماتيك كروموزومة وفيه حاجة اسمها السكس كروموزومة فبناء أنا عليه أنا مش هيبقى عندي كله ال46 هنقسمهم بقى أنا عندي 44 بلاس XY سوماتيك كروموزومة وفيه عندي XY ده في حالة الفيميل دولة اللي هم السكس كروموزومة طيب إيه كمان طب لو أنا عندي فيميل في الفيميل برضو هيبقى 44 بلاس XX هيبقى السوماتيك كروموزومة والسكس كروموزومة هيبقى عبارة عن XX إيه كمان محتاجة عرفوا أننا عندي زي ما احنا شايفين كده الفيميل هو عبارة عن الكروموزوم الأخير اللي هو في نومبر 23 اللي هو السكس كروموزومة أنا عندي XX لازم نبقى عارفين أن السايز بتاعها المفروض في الترتيب بتاعه هو نومبر 7 بعد نومبر 7 و أقل أو قبل نومبر 8 فبالتالي السايز بتاعها بناء على الكلام ده يبقى عامل إزاي السايز بتاعه هيبقى أقل من البير نومبر 7 و أكبر أو لارجر ان سايز من البير نومبر 8 تعالوا بقى نشوف سؤال على الكلام اللي احنا أخذناه ده بيقول لك يبقى أنا محتاجة نورمال وهيومان يبقى أنا ال46 وفيميل يبقى أنا هدور على البيير نومبر 23 إنه هو يبقى XX يبقى هوموزايجس أو سيمتريك تعالوا نشوف الاختيارات بتاعتنا أولة شوائز A ده شكل الكاريو طايف بتاعه و ده تاني شوائز B و ده شكل الاختيار بتاعه و ده تالت واحد C و ده الشكل بتاعه تعالوا نفرماتهم كده عندي كده كده الأوتو سومز هيبقى نفس الحاجة بالضبط فالاختلاف عندي هيبقى في البير الأخير هنا عندي XX normal فدي أكيد هي الإجابة بتاعتي بس تعالوا نشوف بقى الإجابات هنا XXX فدي حاجة معناها إنه هو حاجة abnormal ولسه هناخد الـ abnormalities كمان قدام طب هنا X والدوارف اللي جنبه أو الشورت اللي جنبه يبقى كده XY يبقى هنا mail يبقى الانسور بتاعي هيبقى A هنتكلم على number of chromosomes اللي فات إن أنا في عندي two types of cells في الارجنزم الواحد يعني أنا كله وأنا بتكلم عما أقول في الهيومن في الهيومن فإذن أنا بتكلم on the same species يعني أنا في نفس الـ species أو في نفس الجنس طب تعالوا نشوف الكلام ده بيقولك إن أنا عندي number of chromosomes بيختلف لو أنا بتكلم من species للتاني يعني هل أنا عدد الكروموزومز بتاعتي في cells بتاعتي زي عدد الكروموزومز مثلا في plant لأ لطالما إحنا هيومنز فإحنا عدد الكروموزومز بتاعنا ثابت forty six أي species تاني بيبقى نفس الـ species عنده نفس عدد الكروموزومات تمام؟ طيب تعالوا نشوف الكلام ده عشان يثبت أكتر أنا إيه أصلا سبب إن أنا قلت إن الكروموزومز هي اللي بتحمل الـ genetic information بتاعتي هو السبب الحركة دي إن أنا لقيت إن كل الـ species اللي هو خاص بـ characters معينة أو فيه characters معينة بتجمعنا كلنا تحت نفس الـ species كلنا عندنا حاجة سابتة إنه number of chromosomes سابت فبالتالي أنا عندي السبات بتاع الكروموزومز الـ number في الـ individuals of the same species في الأفراد بتاعة نفس الـ species سواء ميل أو في ميل طبعا مع الاختلاف البسيط اللي احنا تكلمنا فيه اللي بيفرق الميل عن الفيميل ده معناه إن الكروموزومز هي اللي بتحمل الـ genetic information بتاعتنا اللي هي بتحدد الـ characters بتاعة الـ living organism اللي بتخلي الـ plant plant ولتخلي الـ human human ولتخلي مثلا fish fish فتعالوا نشوف الكلام ده دي fish مثلا ده species معين لو فيش تانية من species تاني مختلف عنها هنلاقي number of chromosomes مختلف دي plant الـ plant هتلاقي number of chromosomes مختلف إحنا humans الـ number of chromosomes مختلف وهناخد برضو examples على الكلام ده طب هلأوقات الـ number of chromosomes بيتشابه؟ آه في الـ number أيوة بس في الـ characters اللي بتحمل الكروموزومز يعني ترتيب الجينز الوضع بيختلف كده بعدا ما عرفنا موضوع الـ species وعدد الكروموزومز اللي فيها نرجع تاني لـ types of cells اللي عندي زي ما اتفقنا أنا في عندي two types of cells اللي هي الـ somatic ويه الـ six cells هناخدها بقى in details أول حاجة نتكلم عنها الـ somatic cells بالنسبة للـ somatic cells إيه الـ contents بتاعتها؟ الـ somatic cells بتحتوي على two sets of homologous chromosomes وده اللي احنا شفناه قبل كده ان انا في عندي homologous chromosomes بالمنظر ده بيبقى عندي فيه two sets ليه؟ لان انا واخده واحد from the father and واحد from the mother فانا بالتالي عندي two sets عشان كده عندي الكروموزومز inherited from the father and the other is inherited from the mother كده بعدا ما عرفنا ان هي فيها two sets of homologous chromosomes هنسمي الـ somatic cell حاجة معينة هنقول ان هي عبارة عن deployed cell deployed cell ليه؟ انا عندي مثلا خلونا ناخد example of human الـ human عندي فيه forty six chromosomes بنقول عليه لو pairs نقدر نقسمه على اثنين فنقول ان هو عنده 23 pairs of chromosomes فبالتالي لو انا قلت الـ number اقدر اقسمه على اثنين فبما اني somatic cell فبقانا two n واني دي معناها اي number لان انا مش بتكلم على الـ human بس فانا عارفة عدد الكروموزومز اللي فيها forty six لا انا بتكلم مثلا على اي كائن تاني يبقى انا الـ somatic cell عبارة عن two n وان دي بتاعمل indication للـ number of chromosomes ايه نوع الـ division اللي بيحصل ليه الـ somatic cell؟ الـ somatic cell بيحصل لها division اسمه mitotic division الانقسام الميتوزي طيب ايه الاختلاف كمان شوية هناخد الفرق ما بين اصلا الـ mitotic division وهل فيه نوع تاني من الـ division لا لا نبدأ نتكلم بقى عن الـ types of somatic cells عندي ممكن مسلا لو جينا نشوف الـ skin cells يعني ده كده شكل الـ skin اخدت VS فيه يعني وقد ده قطوع كامل اي cell اشوفها هنا في المنطقة دي كلها اي cell اخدها هيبقى فيها اللي هي تبقى فيها الـ forty six طيب ايه كمان لو انا عندي دي cell بقى لوحدها انا هنا وقد اتيشو كامل اي cell فيه هي فيها الكلام ده هنا انا بتكلم على cell زي الـ white blood cells شايفين المنظر ده دي بتاعتها داخل دي لو هي التنقاصم وداخلة في الميتافيز هلاقي الكروموزومز اللي فيها بنفس الصباط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده فهي فيها طب لو لو جبنا وشفنا اي cell فيها وشفنا الكاريو طيب بتاعو هنلاقي نفس الكلام والمسكولار سيل برضو مع اختلاف شكل السيل اللي احنا متكلم فيها كلنا مشتركين في نفس الكاراكترز دي في ترتيب الكروموزومز والعدد بتاعها طيب ناخد الاجزامبل بتاعنا طبعا الـ نيكيس اوف ده هيومان سوماتيك سيل زي اللي سكن سيل لو انا خدت سيل من هنا زي ما اتفقنا بيبقى كونتين فورتي سكس كروموزومز اللي هم عبارة عن 23 بيرز لان انا بتكلم عن سوماتيك سيل طب تعالوا بقى لتكلم على السكس سيل السكس سيل او الجاميات انا عندي في الهيومان نوعين وفي البلانت نوعين دول اللي احنا هنتطرق ليهم اول حاجة محتاجين نعرفها ايه الكنتينت ايه انا عندي بالنسبة لي بالنسبة لي السكس سيل بيبقى بتحتوي على وان سيت اوف كروموزومز يبقى انا العدد بتاعي نزل لي الهال يبقى انا عندي هالف نومبر اوف كروموزومز في السكس سيل طيب الهالف نومبر من مين من السوماتيك سيل يعني اي سيل سوماتيك او خلية جسدية في جسمي هي فيها دبلويد نومبر بالنسبة للسكس سيل بتبقى هابلويد نومبر فيها نص العدد طب ايه الهدف من ده هنشوفه كمان شوية انا هنا زي ما اتفقنا شايفين المنظر ده ده كده شكل وان سيت اوف كروموزومز وعلى فكرة ممكن يكون دبل كروموزوم يعني فيه اتنين كروماتيد ده او ده الاتنين حاجة صح وهناخدها في نوت كمان شوية زي ما اتفقنا هناك انها اسمها دبلويد سيل انا هنا في السكس سيل هنسميها هابلويد سيل هابلويد ليه لان هي فيها وان نومبر اوف كروموزوم بس فطبعا بيقول انها ان ناخد التايب اوف ديفيجن زي ما اتفقنا هناك انا هنا بيحصل ايه بيقول لك يا سيدي ان انا الجونت سيل الجونت سيل دي المفروض انها عبارة عن سوماتيك سيل عادية جدا فيها اللي هي تو ان بيحصل لها نوع معين من الديفيجن اسمه ميوتك ديفيجن الميوتك ديفيجن ده بيبدأ يحول النومبر اوف كروموزومز بدلا ما هي تو ان تتحول لي الهابلايد نامبر اللي هو n فنكون الميل جميط او الفيميل جميط اللي هو الـ sperm او الـ over يبقى أنا الـ type of division عندي مايوتك division ايه كمان محتاجين نعرفه ايه كمان محتاجين نعرفه أنا لو بتكلم على الـ plant او بتكلم على الـ animal او الـ human يعني الـ animal والـ human نفس الكلام انما الـ plant category تاني خلونا نتكلم على الميلز الاول بالنسبة للميل لو في عندي في الـ plant بيبقى عنده الميل جميط في الـ plant اسمه اللي هي حبوب اللقاح انما بالنسبة للـ animal او الـ human بيبقى الميل عنده حاجة اسمها اللي هي الحيوانات المنوية طيب انا هنا بالنسبة لي الـ plant ده حاجة اسمها الـ anther وده عندي هنا هو الـ fuels هنتكلم عليها كمان شوية بس ركزوا على الـ anther الـ anther هنلاقي فيه الجزئية دي بنلاقي جواها الـ pollen grains اللي هي حبوب اللقاح البولنج ريدز دي هي بالنسبة لي الـ sex cells بتاعت الميل بلانت طيب بالنسبة للـ female بقى الفيميل جميط ساعة عندي لو هي في بلانت بنسميها ovules ودي الـ ovules بتاعتي في الجزء ده ده كده منظر الـ ovules الـ ovules بتبقى عدد الكروموزومز فيها طبعا هابلويد زي أي sex cell طيب بالنسبة لي الـ human الـ human الفيميل بتاعتها او الـ animal بيبقى عندها حاجة اسمها ovum زي ما احنا ما شايفين المنظر ده كده دي الـ ovum بتاعت الـ human وي اللي داخل ده المفروض انه هو الـ sperm طيب الـ example بتاعنا زي ما احنا اتفقنا طبعا الـ nucleus بتاعت مثلا الـ human male جميط اللي هو الـ sperm او الـ female جميط اللي هي الـ ovum بيبقى فيها 23 chromosomes only ما قولناش 23 pair لاننا بتكلم على نص العدد بالزبط تعالوا نوضح الكلام ده اكتر عشان فيه حاجة انتم بتطلباته فيها انا عندي بالنسبة لـ male genital system ده شكل male genital system حلو اي سل هاخدها من male genital system اي سل هبص على number of chromosomes فيها هيبقى عبارة عن somatic cell طب انا بتكلم اهو في genital system جهاز تناسولي او اي سل فيه هي عبارة عن somatic cell يعني خلية جسدية فيها الـ diploid number of chromosomes ما عدا الحاجة اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي هو الـ sperm ده بالنسبة لي زي المصنع بالزبط بيصنع ايه او بيكون ايه بيكون التستس دي بتكونني الـ sperm الناتج النهائي ده اللي هو الـ sperm هو ده اللي هبلايد number هو ده الجميط اللي هي تعتبر 6 cell تمام اي حاجة تانية اخد هي عبارة عن somatic cell انتم دايما بتفكروا ان اي حاجة related by genital system هي عبارة عن 6 cell على طول لا السكسة هي الـ sperm بس بالنسبة للـ male genital system ويه على الناحية التانية برضو بالنسبة للـ female genital system ده شكل الـ female genital system اي سيل اخدها من اي جزئية في الـ female genital system هي عبارة عن the blood number هي عبارة عن somatic cell فيها الـ 46 chromosome اللي هو الـ 23 bear ما عدا حاجة واحدة لو انا شفت الـ ovary ده بيكون لي سيل اسمها الـ ovum الـ ovum دي هي اللي فيها الـ habloid number طب ايه الهدف؟ الهدف ان انا لازم اكون habloid number بالنسبة للـ female و habloid number من الميل عشان اما يحصل fertilization او يدخل الـ sperm من الـ ovum نرجع تاني لـ diploid number بتاعنا اللي هو بتاع كل السلزل اللي في جسمنا اللي هي somatic cells اللي هو هنعرف كمان شوية ان هي بقى small zygots بالنسبة للـ plant الوضع ماشي ازاي؟ الـ plant لنفس النظام بالظبط انا عندي هنا الكاربل دي هي الـ equal بالظبط لـ female genital system عندي هنا جوه الـ ovul هي دي الحاجة اللي بتتكون اللي هي الجميل بتاعتي يبقى الكاربل دي كلها هي مش جميل الجميل هو الـ ovul بس اللي جوه الكاربل بالنسبة للميل برضو الانثر هو يعتبر كما لو انه الـ male genital system في البلانت بيكون لي ايه بقى؟ لو فتحت الجزئية دي كده هلاقي جواها بالمنظر ده حاجات صغيرة اسمها الـ pollen grains يبقى الـ pollen grains اللي جوه الجزئية دي هي بالنسبة لي الميل يميد في البلانت تعالوا نشوف سؤال كده يقول لنا على الكلام بييجي ازاي في المنطقة دي بيقول لك طيب اللي بتاعتي ايه بيقول لك ax p2x cx divided by 2 d2x plus 2 السؤال بتاعي بقى ازاي بالراحة كده بيقول لك ان number of skin cell chromosomes بتاعة living organism انا ما عرفش هو مين فبالتالي انا ما عرفش number of chromosomes كام فميديك زي ما يكون كده حاجة unknown فهنسمي الـ unknown number ده x يبقى انا عندي الـ skin cell اللي هي بتمثل six cell ولا بتمثل somatic cell الـ skin cell بتمثل somatic cell فالnumber of chromosomes في somatic cell هي عبارة عن x طيب هو عايز يعرف six cell بتاعتي هيبقى فيها بتاعة living organism ده اللي انا ما عرفش هو مين اصلاً بتبقى عبارة عن كام فسي مثلاً خلونا نحط رقم من عندنا عشان تفهموا لو انا مثلاً حطيت انا من عندي ان x دي مثلاً اعتبرنا ان living organism ده human هيبقى number بتاع الكروموزومز بتاعتي في الـ skin cell هتبقى كام 46 شاطرين طيب لو انا بتكلم على sperm هيبقى number of chromosomes عبارة عن كام 23 23 معناها ان احنا قلنا ايه ان هو الـ half number يعني اسمت دي اسمت الفور 46 دي على اتنين عشان اجيب الرقم ده يبقى انا عندي زي ما اسمت هنا هيبقى برضو هقسم الـ x دي فيبقى عبارة عن x divided by 2 يبقى الانسور بتاعي x divided by 2 تعالوا نشوف سؤال تاني كمان بيقولك the ratio between the number of chromosomes in each of a boy sperm cell and the girl hair cell بالراحة الـ boy sperm cell عبارة عن ايه؟ عبارة عن sex cell طب التالي هيبقى فيها الـ haploid number of chromosomes طب والgirl hair cell hair cell يبقى خلايا عادي جسدية اللي هي السوماتيك فهيبقى فيها the deployed number of chromosomes تعالوا تشوف الـ choices بتاعتنا اول حاجة 1 to 2 وتاني ratio 1 to 1 وتاني ratio 2 to 1 رابع حاجة 1 to 3 فكروا كده المفروض يبقى ratio بتاعي ايه؟ المفروض ان هو لو هديه 1 يبقى انا عندي الـ girl hair المفروض يبقى هو ضعفها صح؟ يبقى المفروض ان هو يبقى 2 يبقى الانسور بتاعي هيبقى 1 to 2 كده احنا تكلمنا عن السوماتيك سيل وتكلمنا عن الـ sex cell وقلنا ان فيه نوعين من الـ division بيحصل هنا ونوع تاني بيحصل هناك تعالوا نشوف الـ types of division عندي فيه 2 main types of division يا اما myotic division يا اما myotic division ايه اللي بيحصل هنا؟ الميتوتك زي ما اتفقنا بيحصل فيه السوماتيك سيلز انما الميوتك بيحصل لمين؟ بيحصل للجونة السيل عشان تكون الجاميتس بتاعتي فبيدقى يحصل لها myotic division فتقل لي نص العدد بتاع الكروموزوم فبالجونة السيلزي موجودة فين؟ موجودة فيه الـ 6 organs اللي هما مين؟ التسلس اللي هاي الخصية فيه الـ human male والـ answer اللي هو في الـ male organ بتاع الـ plant والـ ovary اللي هو موجود عندي فيه الـ female human تاني حاجة بالنسبة للـ mitotic division الـ number بتاع الكروموزومز هل هو diploid ولا هابلويد؟ هو بيحصل بيبقى identical بالزبط لـ number of chromosomes بتاعة الـ parent cell يعني أنا عندي لو سيل هي diploid احنا طبعا بدقين diploid لانا بتكلم على سوماتيك سيل اللي هيحصل انها هتكوني سيل تانية برضو بالزبط diploid زيعة بالزبط طيب هناك في الـ mitotic division الـ number بتاع الكروموزومز بيحصل له ايه؟ بيقل للنص فبالتاني بيبقى الـ half number of chromosomes in the parent cell يعني أنا عندي الجونة السيل دي هي يعتبر عندي الـ parent cell هي عبارة عن 2N او فيها العدد الكروموزومز كامل هتبدأ انها تقل لي النص بتاعها فتبقى هابلويد انا بما اني بيحصل لي division بنفس العدد بنفس الطريقة فانا بيبقى كل الـ genetic information بتاعة الـ parent cell بتتورس او بتروح للسيل اللي هتتكون فبالتالي انا نفس السيل بالزبط اللي جاي منها فاكيد احنا هنعمل بالـ same function لان انا واخدى المعلومات بتاعتي بنفس الشكل فاكيد هنقدي نفس الوظيفة فبهناك لا هناك الوضع مختلف ان السيلزة عندي اللي هي الجاميات اللي بتتكون بتحتوي اصلا على الـ half number of genetic information بتاعة الـ parent cell ليه؟ عشان انا ببدأ اعمل reduction للـ number of chromosomes للنص عشان بعد كده ما يجوا يتحتو زيني في الـ fertilization نرجع تاني للعدد بتاعي اللي هو الـ deployed number تعالوا بقى نشوف common mistake كلنا بنتخيلها كلنا بنتخيل ان انا عندي دايما الكروموزوم هو عبارة عن dual chromatid الشكل اللي احنا بنشوفه الطبيعي جدا هو الكروماتيد اللي مربطين مع بعض بالـ centromere ولكن في الحقيقة الصح حاجة ثانية خالص ايه هي؟ ده الشكل عادي موجود بس في حالات معينة ايه الحالة اللي موجود فيها بالشكل ده؟ امتى الكروموزوم بيبقى dual chromatid او اتنين chromatid مسكين في بعض ده في حالة بداية الميتوتك ديفاشن ان انا دخلة السيل دخلة فيه متوتك ديفاشن او هتعمل انقصان ميتوزي لغاية ما نوصل لفيز مهمة جدا اللي هي الميتافيز اللي احنا ناخد عندها اصلا اللقطة بتاعة الكروموزوم طيب بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بيحصل انفصال two chromatids فبنتحول لي one chromatid او single chromatid ده في حالة الانافيز والتيلوفيز من الميتوتك ديفاشن بنسميه في الوضع ده بنقول عليه daughter chromosome daughter chromosome هو عبارة عن single chromatid نتيجة ان انا بدأت اعمل افصل two chromatids دولة عن بعض في cell division طيب تعالوا نشوف examples بقى لانواع مختلفة او species مختلفة والnumber of chromosomes بتاعها مثلا بيقول لك الهيومان ده اللي احنا عارفيني طبعا 46 اللي هو 23 pairs والhen بالنسبة لي هيبقى 32 او 16 pairs والcat عبارة عن 38 اللي هو عبارة عن pairs انا بتكلم على فكرة على الشماتيك سلسف هتلاقوني كله العدد اللي هو الدبلويد فعندي 38 او 19 pairs او الفروت فلاي اللي هي الدروسافلة عبارة عن 8 كروموزومز او 4 pairs والdog 78 او 39 pairs والتوباكو بلانت اللي هو التبغ عبارة عن 48 او 24 pairs ركزوا كده معي شايفين المنظر انا عندي اختلاف ليه؟ لان الاسبيشز اللي هو الهيومن مختلف عن الكات مختلف عن الضج مختلف عن التوباكو بلانت طب هلأ او ايب بيحصل تشابه؟ هنشوف الكلام جا بيقولك برضو عندي الجوريلا عبارة عن 48 انا سمعت 48 قبل كده في التوباكو بلانت فاكرينة ما قلتلكم انه ممكن النمبر يبقى نفس النمبر بس الجينز اللي جوه الكروموزومز مختلفة فده مديني سبيشز وده مديني سبيشز تين الويد بلانت عبارة عن 42 وي الانيوم بلانت عبارة عن 16 او 8 pairs وي السويت بوتاتو عبارة عن 48 او 24 pairs وي البيا بلانت عبارة عن 14 او 7 pairs وي الافروج عبارة عن 26 او 13 pairs طب احنا ايه اللي ممكن نستفد منه كده؟ ممكن يجيب اي سبيشز عندي ويديك العدد مثلا بتاع السوماتيك سيلز بتاعته ويسألك بقى على اي حاجة يقولك مثلا انت عارف ان الغوريلا المفروض السوماتيك سيل بتاعتها فيها 48 كروموزوم عايز يسأل بقى على الأوتوزومز عددهم كام؟ عايز يسأل على ال 6 كروموزومز كام؟ طب ال 6 سيل فيها كام كروموزوم؟ يسأل على اي حاجة لطالما اديك ال number of كروموزومز بتاعت اول حاجة الكروموزومز والجينز اللي ما بينهم؟ من اللي احنا اخدناه عارفنا ان انا عندي الكروموزومز موجودة في النيوكلياس اللي هي اصلا في السنتر بتاعت السيل بتاعت اي living organism عندي طيب الكروموزوم ده اصلا بيتكون من ايه؟ هو بيتكون من النيوكليك اسد ويعامل رابنج او ملفوف حوالين بروتين فلو احنا شفنا المنظر ده انا عندي السيل في السنتر او فيه النيوكلياس والكروموزومز اللي موجودة هنا ال dna بتاعي هو اصلا اللي بيحمل الجينز الخاصة بيه ال genetic informations بتاعتي طيب ازاي؟ افتكروا كده لما كنا بناخد ال dna وكنا بنقول ال dna بيتكون من حاجات معينة والحاجات المعينة دي بتكون لي الجينز هنعيد الكلام ده كله تاني in details بصوا كده معايا المنظر ده ده كده منظر الكروموزوم لو عايز افك الكروموزوم هلاقيه عبارة عن حاجات كويد على بعض جدا الحاجات الكويل دي هي عبارة عن بروتين زي ما احنا شايفينه بالمنظر ده وحوالينه ال dna فانا هنا بالنسبة للكروموزوم فيه السنترومين رابطهم ببعض وهنا بالنسبة لي ده عبارة عن ال dna wrapped around the protein ملفوف حوالين بروتين فلما ديجي نبص هنا ده بالنسبة لي عبارة عن ال dna ال dna في النص هنا عبارة عن ال genes لان في الجزئية دي مختلفة عن دي مختلفة عن دي مختلفة عن دي طب كل واحدة كت عبارة عن ايه كت عبارة عن حاجة اسمها nucleotide باختلاف ترتيب nucleotide دي بيبقى عندي كود الكود المختلف ده هو اللي بيمثلي ال genes بتاعتي فهنا زي ما احنا شايفين طبعا ده عبارة عن ال nucleic acid او ال dna تعالوا نشوف الكلام ده in details شوية ايه هو ال gene من الكلام اللي احنا اخدناه بقى ده ايه هو ال definition بتاع الجين ايه هو الجين بيقولك الجين is a sequence of nucleotides on the dna molecule that represents a code for a certain protein that is responsible for the appearance of a certain triad يعني ايه كلام ده يعني انا عندي مثلا سي في triad يعني صفة عندي زي لون العين مثلا لون العين ده مسؤول عنه جين معين هو اللي بيظهر لي لون العين ده الطيعي الجين ده موجود فين موجود فيه ال dna فبالتالي ال dna بتاعي عشان يظهر الصفة دي بيعمل ايه بيكون لي specific protein ال specific protein ده هو اللي بيؤدي الى ظهور الصفة بالشكل ده فبالتالي ال dna بيمثل الكود عشان يكون بروتين معين والبروتين ده هو اللي هيعمل اظهر لي الصفة او ال triad بتاعتي طيب الكود ده او ال dna ايه اللي بيمثل لي اصلا اختلاف من الجينز طبعا انا عندي ده المنظر بتاع ال dna و ايه ال dna بيتكون من building unit اخدناها الترم اللي فات كان اسمها ال nucleotides و ال nucleotides كان بتتكون من ال p o 4 اللي هي الفوسفيت جروب و ال ribose sugar و حاجة مهمة جدا بقى اللي هي ال nitrogenous base ال nitrogenous bases كنا اخدنا ان فيه منها انواع كتير واختلاف من ال dna وال rna والكلام ده كله فباختلاف ترتيب ال nitrogenous bases دي بتعمل لي جينز مختلفة طيب انا عندي ممكن يكون فيه جينز قد ايه مثلا في ال human genome هنعرف ان انا ال scientists لقوا ان انا عندي تقريبا حوالي من 60 to 80 thousand genes in the human somatic cells يعني انا كل somatic cell بتاعتي فيها dna فيها عدد الكروموزومز اللي هو ال 46 ال 46 كروموزومز ده بيحتوي على from 16 to 18 thousand genes العدد ده اللي هو بيمثل الجينز ده كلها اللي الجسمي بنسميه حاجة اسمها ال human genome من الكلام اللي احنا اخدناها بقى في كل الدرس ده هنطلع بحاجة مهمة جدا اسمها الكروموزومال theory ايه هي نظرية الكروموزومات يعني ايه اخر حاجة انا محتاجة بقى عارفها عن الكروموزومز مين اللي حط النظرية دي اللي حطها two scientists saturn and bovary هم اللي حطوا principles بتاعة الكروموزومال theory واللي هي عبارة عن التاني اول حاجة ان الكروموزومز are found in the somatic cells in the form of homologous pairs two N زي ما اتفقنا somatic cells كان بيبقى فيها homologous pairs اللي بيقول عليها diploid طب تاني حاجة ان ال six cells على الصعيد الاخر او الجزء الاخر بتبقى عبارة عن half number of chromosomes او N بسبب ايه ان الجوند cells بيحصل لها myiotic division فبتنزل لي half number of chromosomes العدد بتاع الكروموزومز كان في الجوند cells عبارة عن homologous pairs لما بنبدأ نعمل myiotic division بيبدأ ان هو يتقسم بالنص بالزبط نص في السل دي ونص في السل دي ايه كمان ان each pair of chromosomes behaves independently during its transmission in the gametes يعني كل pair من الكروموزومات بيتصرف بشكل منفرد اثناء عملية الانقصام او عملية division دي عشان اكون من one cell او one gonad cell بكون اثنين او two gametes اثناء الفيرتليزيشن بقى ايه اللي بيحصل اثناء الفيرتليزيشن هي عبارة عن عملية اصلا fusion ما بين الميل جميد وما بين الفيميل جميد فانا عندي الميل جميد بيبقى N في نص العدد والفيميل جميد بيبقى ان بردو في نص العدد يبدأ يحصل fusion ما بينهم هما الاثنين اللي هو بعملية الفيرتليزيشن فيبدأ ان هو يكون لي حاجة اسمها الزايجود والزايجود بيبقى 2N الزايجود بقى بيبدأ يحصل له mytotic division كتير قوي فيكون الخلايك كتير اللي بتكون لي البيبي لغاية ما يكبر وهكذا فهنبقى احنا كلنا diploid lumber تاني كده دي عبارة عن principles of the chromosomal theory number 5 عندي بقى بخصوص الجينز ان الجينز are located on the chromosomes and the single chromosome may carry hundreds of genes يعني الكروموزوم الواحد لو حتى لو single chromosome انا ممكن بيحتوي على كمية جينز كتيرة جدا مئات من الجينز موجودة على الكروموزوم الوحيد ده احنا نبدأ بقى ناخد نشوف الfertilization cap process بتتم ازاي يعني ناخد النقطة دي على هاي الدياجرام ايه اللي بيحصل ان الفيميل جونت او اللي هو two ovaries والميل جونت او ال two tesis من الميل فيهم cells اللي هي الجونت cells بيبقى فيها deployed number of chromosomes اللي هم forty six chromosomes سواء في الفيميل سواء في الميل ايه اللي بيحصل بيحصل لي الجونت cell دي division انهي نوع من ال division انا عايز اقلل العدد ده ليه ال half للنص فانهي نوع من ال division اللي هيحصل طبعا اللي هيحصل لي عبارة عن myiotic division فالmyiotic division هيحصل هنا وهيحصل هنا بعد المiotic division انا cell دي اللي هيكة two n هتتحول لcell تانية عددها كام هيبقى ال ovum بالنسبة للفيميل اللي عددها n اللي هو twenty three chromosome مش بير twenty three chromosome only وبالنسبة لي ال gonad cell اما يحصل لها division في الميل هتتحول لي السبورم والسبورم بتاعي هيبقى انه برضو في twenty three chromosome وزي ما اتفقنا هنا في twenty three chromosomes وهنا برضو في twenty three chromosomes اللي هيحصل بقى اللي هيحصل عملية الفيرتلاليزاشن فعملية الفيرتلاليزاشن السبورم ده بيبدأ ان هو عايز يتحد مع ال ovum دي بالمنظر اللي احنا شايفينه one sperm بيقدر انه هو يدخل لي ال ovum عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل التالي ان احنا نكون حاجة اسمها زايجود والزايجود بيبقى فيه number of chromosomes لان انا خذت 23 chromosomes من ovum وال23 chromosomes من sperm فاتحدوا مع بعض كون لي 46 chromosomes الزيجون ده بعد كده بيحصلوا بقى division اللي هو الميتوزز عشان يكون cells كتير قوي فاتكون لي البيبي والبيبي يبدأ ان هو يكبر فاحنا بالتالي عشان كده قلنا كل واحد الـ somatic cells اللي فيه بيبقى عبارة عن homologous pair انا واخدى chromosomes from the mother we chromosome from the father تعالوا نشوف key point مهمة جدا جدا عندي اول حاجة ان زي ما بتكلم على number of chromosomes هتكلم برضو على amount of DNA يعني كمية الـ DNA الموجودة في الكروموزوم لو انا بتكلم عن somatic cell في نفس living organism بيبقى كمية الـ DNA برضو equal زي ما بنقول عدد الكروموزوم 46 كمية الـ DNA برضو بتبقى equal تاني حاجة الـ amount of DNA في الجميث بما ان الـ amount of DNA بتبقى equal في الـ somatic cell يبقى اكيد الجميث هتبقى equal الـ half the amount of DNA in the somatic cell ولازم شرط ان احنا نكون for the same species of the living organism بعدين بالنسبة للـ number of chromosomes في الـ somatic cell لو انا بقول ان انا عندي living organism unknown انا مش عارف عدد الكروموزوم فيه كم وقلتلك ان عدد الكروموزومز بيوصل بـ 2x 2x دي عندي بالضبط زي كده 2n الـ n دي اللي هو unknown number طيب وجي اسألك مثلا number of autosomes في الـ somatic cell nucleus عبارة عن كم المفروض الـ autosomes هي كل الكروموزومز معادة الـ 6 chromosomes فبالتالي اللي هم اتنين فهيبقى عندي عبارة عن 2x minus 2 اللي هم الاتنين بتوع الـ 6 chromosomes طيب لو جي اسألك على number of autosomes ان ذا جميث نيوكليز الجميث نيوكليز اصلا بيبقى فيها نص العدد ده هي مش فيها العدد ده كله احنا نصه فنصه يبقى احنا x طب نصه كله فانا بالتالي يعني ايه نصه كله يعني انا مثلا حطه معي الـ human الـ human المفروض ان هو عبارة عن ايه في الـ somatic cell هيبقى عبارة عن 23 bear اللي هم دول 23 bear طب لو بتكلم على جميد هيبقى عبارة عن 23 بس 23 بتتقسم لحكتين في 22 autosome و 1 بيبقى عبارة عن 6 chromosome فبالتالي هتبقى عبارة عن x minus 1 مش minus 2 اخر حاجة عندي the number of chromosomes ان ذا جميث نيوكليز عدد الكروموزومز بقى انا باتكلمش على autosomes بس عدد الكروموزومز هتبقى بالنسباني نص العدد ده فهتبقى x بس تعالوا نشوف بقى example على الكلام اللي احنا اخذناه بيقولك if a cell passed through these stages in the female genital system احنا اتكلف ال female genital system هتمر باللستجيز الجاية دي ايه هي بيقولك 2 n اتحولت لي n بعد كده اتحولت لي 2 n تاني وبعد كده اتحولت 2 n ايه اللي حصل؟ او ايه اللي حصلت عشان يحصل the divisions بالشكل ده ومديك choices اول حاجة الميتوزز بعد كده ميوزز بعد كده لو انا بتكلم على ميتوزز ميتوزز المفروضة هبدأ 2 n وهروح ل2 n يبقى انا كده التشويز ده غلط طيب نشوف التاني بيقول ميوزز بعدين بعدين ميتوزز ميوزز يعني ايه؟ يعني انا حاجة 2 n اتحولت ل n حلو مظبوط طيب بعدين فيرتليزيزيشن فيرتليزيشن بمعناها ان n اتحد مع n فهيكون لي تاني 2 n اللي هي عملية الفيرتليزيشن زي اوغم اتحد مع الستورم فهيكون لي الزاية اللي هو 2 n يبقى احنا كده برضو دي مظبوطة طب اخر حاجة بيقولك ميتوزز ميتوزز يبقى 2 n حصل له ميتوتك ديفجن فيديني the same number فيبقى 2 n يبقى الانصر هيبقى بي بس تعالوا نشوف بيقولك فيرتليزاشن فيرتليزاشن مثلا حيبادئين هوا بطو ان ينفع تو ان يتحول لان في في فيرتليزاشن المفروض بيبقى ان يتحول لطو ان ان حبنعمل بنجمع ما بين ان وان فكده سي مش صح طب دي بيقول ميتوزس يبقى انا المفروض لو هكو ان تاني يبقى انا كده برضو ده مش صح يبقى الاختيار بتاعي فعلا هو بي تعالوا نشوف سوال تاني كمان بيقولك if you know that the number of chromosomes in the nucleus of a plant leaf cell is 42 chromosomes a number of chromosomes in a pollen grain for that plant equals يعني من الآخر بيقولك plant leaf cell يبقى دي بتمثل للsomatic cell بتاعة البلانت ده ومديك النمبر بتاعه اللي هو 42 chromosome بيسألك بقى البولنج جرين اللي هي بتمثل 6 cell 6 cell بيبقى فيها half number of chromosomes فنبدأ نقسم 42 ده على 2 ويبقى ده الانسر بتاعنا تعالوا تشوف A 24 B 42 C 22 D 21 الانسر بتاعي طبعا هيبقى 21 لإننا قسمت 42 على 2 يبقى 21 تعالوا نشوف example كمان بيقولك the two opposite figures A and B اللي هم دول represents a blood sample يعني ايه ده عبارة عن blood sample وي بي ده بالنسبة لي عبارة عن sperm متاخد من seminal fluid اللي هو السائل المنوي بتاع person يعني أنا نفس الperson نفس الشخص أخدت منه عين الدم وبتمثل لي figure A وأخدت منه sperm واحد من السبيرمز اللي موجودة في السمinal fluid بيقولك which of the following expresses the total number of chromosomes in both samples يعني أنا عايد أشوف عدد الكروموزومز في العين تين دول وبيديك answers 92 وي 161 وي 366 وي 506 السؤال ده بقى محتاج تركيز شوية ايه الموضوع؟ الموضوع عندي إن أنا محتاج إن السيل يكون فيها نيوكليس فالنيوكليس يكون فيها كروموزومز طيب هل في سيلزة ما عندهاش نيوكليس؟ او احنا خدت قبل كده إن الـRPC أو كرات الدم الحمراء ما بيبقاش فيها نيوكليس أصلا بلس إن البلايتليتس برضو ما بيبقاش فيها نيوكليس أنا مش شايفة نيوكليس هنا إنما الـYPC أنا شايفة شكل نيوكليس أهو قدامي دي YPC برضو تانية شايفة شكل نيوكليس ودي شايفة شكل نيوكليس طب بالنسبة للـSperm بالنسبة للـSperm أنا شايفة برضو نيوكليس هنا وانا عارف إن عدد الكروموزومز في الـSperm بتبقى نص العدد فالدنيا هتمشي إزاي؟ أنا عندي هنا تلاتة صح؟ سيلز من العينة إيه؟ فيهم نيوكليس طيب البلاد أنا بالنسبة لي عبارة عن سوماتيك سيل ولا عبارة عن سيكس سيل؟ عبارة عن سوماتيك سيل فبالتالي هيبقى فيها عدد كروموزومز قد إيه؟ 46 صح؟ يبقى أنا كل واحدة من دول فيها 46 فندرب 3 multiple 46 هيديني رقم يبقى ده عدد الكروموزومز في السامبل اللي هي بتاعة فيجور A طب هناك أنا عندي عارفة إن النمبر أوف كروموزومز هو عبارة عن كام؟ 23 وهبدأ أدمع الرقم ده مع 23 فهيديني الأنسر بتاعي اللي هي 161 هو السؤال لافذ شوية بس محتاج تركيز وأكيد أنتوا فهمتوا إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا كله فهمت الدرس دواء التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس همي للآن ترجمة نانسي قنقر